بدأ السباق نحو قرطاج رسميا في تونس 26 مترشحا يخوذون الرهان منهم من خاض تجربة في استحقاق 2014 ويجدد المحاولة ومنهم من يخوذ السباق لأول مرة على غرار رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد الذي أعطى إشارة انطلاق حملته متعاهدا باتخاذ إجراءات سريعة في حال الفوز تحسن من وضع التونسيين برنامجنا مبني على رؤية واقعية على معرفة ودراية بالواقع التونسي اللي أنا مرسته في ثلاثة سنوات الأخيرة مبني أيضا على معرفتي لكل العرقيل والمكابلات اللي أنا نفسي عطلتني في سنوات الأخيرة فأوضعنا برنامج يمكن من تغيير تونس تونس تتبدل يمكن من أنه أمن يكون أقوى وعنده مناعة أكبر على خلاف الشاهد الذي اختار العاصمة نقطة بداية لحملته فضر مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو الانتلاق من العاصمة الاقتصادية للبلاد مدينة سفاقص فيما اختار محمد عبو مرشح التيار الديمقراطي مدينة القيروان لإطلاق حملته أما المرشح المستقل قيس سعيد فبدأ حملته عبر جولة في المقاهي الشعبية في محافظة منوبة لست هنا لبيع الأوهام ولا الأحلام ليست الحملة بالمعنى التقليدي ولكن الحملة لطرح المشروع لطرح الفكرة للتأسيس من جديد التأسيس من المحلي إلى المركز مرورا بالجهوي مع أول يوم للحملة الانتخابية سجلت المؤسسة الأمنية سقوط شهيد في عملية أدت أيضا إلى مقتل ثلاثة إرهابيين تطور عزز المخاوف بشأن المسار الديمقراطي الانتخابي لم نتعظ من التجارب لم نكسب شيء جديد ربما يطورنا عما كنا عليه في الانتخابات السابقة 2014 وهذا بطبيعة الحال ليس منطقي وليس عادي في ديمقراطية ناشئة تحاول أن تتخطى الصعاب تحاول أن تتقدم إلى الأمام من أجل بناء ديمقراطية سليمة اختلاف في موازين القوى والإمكانيات المادية بين المرشحين وتخوفات من أن يتدخل المال السياسي الفاسد في العملية الديمقراطية بما يفسد مصداقيتها هي سابقة في تاريخ البلاد أن يخوذ السباق الانتخابية مرشح من خلف قذبان السجن ومرشح آخر يخاطب أنصاره من الخارج بما يبعث على التساؤل عن مدى تأثير المناخ السياسي على مصداقية العملية الديمقراطية ونتائجها عمشتارة تونس الميدي